موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية أهلا وسهلا بكم إليكم أبرز العنوين موسيقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجدد تمسك الجزائر بالعودة لشرعية الدستورية في النيجر ويشدد على ضرورة تفضيل الحلول الدبلوماسية ويعرب عن استعداد بلاده للاعب دور الوسيط في تسوية الأزمة موسيقى مع اقتراب انتهاء مهلة إكواس أتشاد ترفض المشاركة في تدخل عسكري محتمل ضد نيامي ليبيا تنوه بتضافر جهود دول جوار النيجر لتحقيق الشرعية واشنطن تجمد مساعداتها لنيامي جزئيا موسيقى الأمم المتحدة تشرع في تسليم أول معسكرات من أسما في مالي لسلطات باماكو وتدعو إلى انسحاب كلي آمن ومنظم لقواتها في البلاد بحلول نهاية العام الجاري موسيقى روسيا تعلن اعتراض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود أوكرانيا تعمم حالة تأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وتستهدف ناقلة نفط روسية وموسكو تتواعد بالرد على هجوم طال سفينة مدنية موسيقى العالم في مواجهة موجة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة فيضنات جارفة في جنوب شرق آسيا أمطار غزيرة في وسط أوروبا وحرائق في غربها وموجة حر قياسية غير مسبوقة في أمريكا اللاتينية في عزي الشتاء موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل في المستهل ترأس رئيس الجزائري عبد المجيد تبون مراسم الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش بالنادي الوطني للجيش بابن مصوس في العاصمة الجزائرية مراسم الاحتفال تضمنت حفلا تكريميا على شرف متقاعد الجيش المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني وكبار معطبي والجرحى في إطار مكافحة الإرهاب قائد الحرس الجمهوري فهنيئا للجزائر ولشعبها ولجيشها بهذا اليوم الكرام السلام عليكم ورحمة الله وخلال كلمتنا القاها بالمناسبة أكد رئيس أركان الجيش الجزائري فريق أول سايد شنغريحة أن الجيش تمكن بدعم من الشعب الجزائري من إجهاض كل المؤامرات التي حيكت ضد البلاد مجددا عزم القيادة الجزائرية على مواصلة تطوير وعسرنة القدرات الدفاعية للجيش لقد أجهض الجيش الوطني الشعبي بيقظاته وجاهزيته واستعداده المسنود بالشعب الجزائري الواعي كل المؤامرات الرانية لزعزعة استقرار بلادنا والضرب تمسكه ووحدته فكانت دوما إلى جانب شعبنا الأبي السد المنيع الذي أحبط كل المخططات الدنيا مهما تنوعت وتعددت أسالبها وأداوتها وأود التأكيد مرة أخرى بهذه المناسبة أننا عازمون على مواصلة مسار تطوير وعسرنة قدراتنا الدفاعية في ظل رعاية ودعم السيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني كما أن الجيش الوطني الشعبي السليل الوافي لجيش التحرير الوطني كان وسيبقى الخادم الوفي للشعب الحامل السيادة الوطنية الحافظ لوحدتها وتمسكها وفاء منه لرسالة الشهداء الأبرار والتزام بمهامه الدستورية جدد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمسك الجزائر بالعودة إلى ما أسمه الشرعية الدستورية في النيجر الرئيس تبون وخلاء لقاء دوري عقده مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الجزائرية يبث والسبت شدد على ضرورة تفضيل الحلول الدبلوماسية في تسوية الأزمة معربا عن استعداد الجزائر للعب دور الوسيط في هذا الإطار وبخصوص الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا أكد رئيس سبون نجح الجزائر في سيطرة على النيران في ظرف وجيز بفضل الخطة الاستباقية للبلاد والتي شملت اقتناء طائرة متخصصة من الحجم الكبير واستئجار ست طائرات أخرى مسبقا نترحم عن الضحايا رحمه أمود الله الشهداء لأنه قد في الحريق أعتبر شهيد تنمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإدفاع كرينا ست طائرات أخرى وكانت موجودة قبل ما تنجل عن الحرائق بالإدفاع إلى التقوية العتاد من طاع الحماية المدنية من 40 ساعتين و70 ساعة في بعض الأماكن متغلبنا على النيران اقتصاديا كشف رئيس تبون تحول الجزائر لأكبر بلد إفريقي منتج للمياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر باستهداف متوسط مليار و400 مليون متر مكعب يوميا مع استكمال إنجاز باقي المحطات الجديدة ولدى تطرقه لرفعية تجبيد عن عدد من المشاريع كشف الرئيس الجزائري عن خطة وصفها بالطموحة والأضخم في تاريخ البلاد في مجال السكك الحديدية ستنفذ بالشراكة الصينية يجري التحضير له نحن نحن البلد أول في إفريقيا البلد الثالث في العالم العربي لما ننتهي في المحطات نوصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب يوميا يوميا سكك الحديدية نرتزت بها تصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح جدد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف التأكيد على قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمصاري السياسي والديبلوماسي لتسوية الأزمة في النيجر عطاف وخلال مكالمة هاتفية تلقاها من الممثل السامي لاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزي بوريل حذر من تداعيات تزايد تأزم الأوضاع في النيجر والمنطقة في حال اللجوء إلى استخدام القوة بيان عن الخارجية الجزائرية نقل عن عطاف وبوريل تأكيد طرفين على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والديبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة محمد بازوم إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد قال وزير الدفاعات شادي داوديايا إبراهيم إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشاده جارتها النيجر وأكد الجنرال التشادي في مقابلة تلفزيونية رسمية مساء الجمعة أن بلاده لن تشارك في العملية العسكرية ضد الانقلاب في النيجر جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة لن تتدخل تشاد أسكريا أبدا لأسباب كثيرة لقد تم ترشيح رئيسنا من قبل إخوته في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للتقريب بين الرئيس بازوم والانقلابيين وذهب إلى هناك وشجعنا دائما الحوار بينهما لن نتدخل أبدا مع جيشين نحن نشجع الحوار ونريد عودة الاستقرار إلى النيجر شعب النيجر نفسه يشعر بأن الخطر وشيك في السياق نوها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي السبت بأهمية تضافر جهود دول جواري النيجر مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لتحقيق شرعية الدستورية جاء ذلك خلال استقبال المنفي المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا بابا جانا كينجيبي الذي سلمه رسالة خطية من رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي لمجموعة إكواس بيان للمجلس الرئاسي الليبي نقل عن منفي دعوته إلى تضافر جهود دول جواري النيجر مع المجموعة الإقليمية لتجنيب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم رغم معارضة دول الجوار وتحضيراتها من تدعيات الخطوة إلى أن مجموعة إكواس أعلنت جهيزية خطة تدعو خطة تدخل عسكري محتمل مع انقضاء أجال مهلة الأسبوع الأحد تنتهي بإعادة السلطة إلى محمد بازوم غير أن تدخلات عسكرية مماثلة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أبانت عن فشل في تسوية الأزمات باستخدام القوة العسكرية المهلة تشارف على الإنقضاء وما كان قبل أسبوع تلويحا باستخدام القوة من طرف إكواس بات خطة حرب جاهزة تطرق أبواب النيجر تطور يأتي عقب إعلان قادة جيوش المجموعة ومع إنهاء استعداداتها لتدخل عسكري محتمل فينيامي وتمسك المجلس العسكري هناك بقرار عزل الرئيس محمد بازوم والأخذ بزمام السلطة تصعيد في الخطاب ينبئ بانسداد قنوات التفاوض على قلتها بين الطرفين بالرغم من تأكيد إكواس أن بابة دبلوماسية يبقى مفتوحا أمام الإنقلابيين لكن إلى متى يتساءل متابعون في ظل لعب قادة جيوش المجموعة ورقة المفاجأة لمباغة المجلس الانتقالي بضربة عسكرية لا يعلم توقيتها ولا مكانها إلا الأعضاء المؤيدون وفي ظل ارتفاع أصوات الرافضين للخيار العسكري من طرف دول الجوار خارج المجموعة وداخلها لن تكون هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها قوات إكواس فللمجموعة تاريخ حافل بالتدخلات المسلحة على مدار أكثر من عشرين عاما وفي سبعة دول بمنطقة توصف بحزام الانقلابات غير أنها غالبا منتهت بالانسحاب تاريكة وراءها الأزمات في أيدي قوات حفظ سلام دولية نتيجة لذلك لا تخفي دول عضوة في إكواس معارضتها التدخل العسكرية في النيجر بل إن مالي وغانا وبوركي نفاسو اعتبرته إعلان حرب عليها في المقابل شرعت نيجيريا في حشد جيشها على حدود جارتها وأعلنت السينيغال استعدادها للانضمام في انتظار الضوء الأخضر لضرب يامي في الطرف الآخر تضغط قوى غربية لتسريع التدخل العسكري بحجة إعادة الرئيس المعزول ضغط يشكك فيه مواطن والنيجر ويعتبرون أن الغاية الحقيقية هي الحفاظ على المصالح الغربية وإن كان الثمن إشعال حرب إقليمية بالوكالة في منطقة على غناها بالثروات الباطنية يجثم على شعوبها الفقر والأزمة المتشعبة وتستنزف جيوشها مواجهات مفتوحة مع الإرهاب قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الجمعة إن الحكومة الأمريكية أوقفت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة نيجر لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية ولفت بلينكين في بيان إلى أن تقديم المساعدات الأمريكية لحكومة نيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري مشيرا إلى أن بلاده تظل ملتزمة بدعم شعب نيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم والمكتسبة بشق الأنفس على حد تعبيرها كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع فإن تقديم المساعدات الأمريكية لحكومة نيجر يعتمد للحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري نظل ملتزمين بدعم شعب نيجر لمساعدتهم في الحفاظ على الديمقراطية من المكتسبة بشق الأنفس ونكرر دعوتنا لإعادة حكومة نيجر المنتخبة ديمقراطيا على الفور استبعدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا إعادة النظر في نشر قوات بلادها في منطقة الساحل والصحراء كورونا وفي تصريحات ندلت بها لإذاعة فرنسا الدولية شككت في جدوى وشرعية قرار المجلس العسكري في النيجر بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا هذا ليس على جدول الأعمال حتى لو تم تحليق هذا التعاون بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوعا في النيجر المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة للنظام الدستوري على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة التي تصادف غدا لأحد لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غدا لتخلي عن هذه المغامرة وعن هذه المغامرات الشخصية واستعادة الديمقراطية بالنيجر لم تعد الانقلابات الضرورية ولم تعد مناسبة هذا الانقلاب لا مبرر لها إنه غير مقبول شرعت الأمم المتحدة في تسليم أولى معسكرات البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في ماله لسلطات باماكو في إطار ما تسميه الهيئة الأممية الانسحاب التدريجي الأمنة والمنظمة لبعثة من أسما من البلاد المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجارية بتسليمها أولى معسكراتها إلى سلطات باماكو تكون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي قد بدأت فعليا تنفيذ ترتيبات انسحابها التدريجي من البلاد التي مكثت فيها مدة عشر سنوات لكن إصرارا يحظو الأمم المتحدة بضرورة التنسيق بين منوسما وسلطات المالية لضمان انسحاب آمن ومنظم للبعثة شدد رئيس بعثة حفظ السلام في مالي القاسموان على أهمية التنسيق بين منوسما وسلطات المالية لضمان انسحاب آمن ومنظم وضرورة التكيف في مواجهة التحديات غير المتوقعة والجدول الزمني القصير للانسحاب وفي غضون ذلك أفدت البعثة بأن أول معسكر من بين 12 وهو قاعدة العمليات المؤقتة في أوغوساغو قد تم تسليمه إلى السلطات المحلية وأن الأفراد النظاميين ما زالوا يغادرون المناطق إلى قواعد أكبر كجزء من عملية الانسحاب وكانت العلاقات بين البعثات الأممية وباماكو وصلت إلى طريق مسدود منذ عام 2020 عقب وصول قيادة جديدة إلى السلطة بزعامة العقيد عاصم غويتا لتصل شهر جوانا الماضي إلى حد مطالبة الأمم المتحدة بشكل مباشر بسحب بعثة منوسما من دون تأخير موقف برره وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في جلسة لمجلس الأمن الدولي بافتقار منوسما إلى تفويض مناسب فضلا عن توجيهها اتهامات لا أسس لها للقوات المالية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين ناهيك عن تدهور الوضع الأمني في مالي بعد عشر سنوات من إنشاء البعثة وأمام الحاحي سلطات باماكو وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في مالي في غمرة بحثه عن تجديد ولايتها مع احتمال تعديلها ومع كثرة التحذيرات الأمامية من مخاطر انسحاب منوسما على مالي تقف سلطات البلاد على أعتاب مرحلة جديدة أمام تحدي ضمان الأمن في منطقة كثيرا ما كانت مرتعا للإرهاب بساحل في شأن آخر كدت وزارة الخارجية التونسية في بيان المساء الجمعة أن تونس تجدد رفضها القاطعة لما وصفته بالمغالطات وشائعات التي اتخذت شكل حملة مغرضة تقف وراءها أطراف لم تسمها تسعى إلى تأجيج الوضع والتغطية على الجهود التي تبدلها تونس لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية للمهاجرين غير النظاميين وأكدت الوزارة التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدبير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولة لعبورها بصفة غير قانونية مجددة التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين مهاجرين غير نظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والسكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولية الإنسانية في تونس دائما شدد أمين عام الاتحاد تونسي للشغل نور الدين طبوبي السبت على أن الاتحاد يريد دولة قانون ومؤسسات توحد تونسيين وقال طبوبي في كلمة خلال تجمع عملي بمدينة صفاقص جنوبية تونس حضره عشرات نقابين بمناسبة إحياء ذكرى أحداث الخامس أوت 1974 قال إن الاتحاد سيكون قوة بناء وروح مسؤولية معربا عن تمسك كبريات منظمات نقابية في تونس بكل الاتفاقية الموقع مع كل الحكومات المتعاقبة مشيرا إلى النضال المدني والسلمي الذي يستجب لقانون الدولة في حال تم التراجع عنها على حد قولها في موضع آخر سنفت مجموعة سنطراك الجزائرية أنشطتها في ليبيا المعلقة منذ 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن سنطراك رفعت القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا وأن شركة استلمت اختارا رسميا من المجموعة الجزائرية باستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الانتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوذ غدامس هذا وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011 وعادت للنشاط في 2012 قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني إلى جانب سنطراك الجزائرية أعلنت كل من إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية رفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا وخطوات متزامنة تعاول عليها طرابلوس لرفع إنتاجها من الخام إلى مليوني برميل يوميا ما يعزز من المساعي الأممية لتسوية الأزمة سياسيا وإجراء انتخابات شاملة ونزيها في أقرب وقت بعد نحو عقدا من تعليق نشاطها كبريات شركات الطاقة العالمية تستانف نشاطها في الحقل الطاقوي الليبي وتلغي حالة القوة القاهرة الأمر يتعلق بالمجمع الطاقوي الجزائري سنطراك وشركة بريتش بيتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية عودة تتزامن واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في منطقتين حوض غذامس والقطع البحرية في غرب البلاد شركات عملاقة تمثل عودة نشاطها متنفسا جديدا للاقتصاد الليبي الذي يواجه حالة ركود بعدما شهد الناتج المحلي الإجمالي أسوأ انكماش في تاريخ البلاد بسبب انخفاض إنتاج النفط خطوة تعول عليها طرابلوس لزيادة إنتاجها من الخام وتعزيز صادراتها من الدهب الأسود في مسعى لزيادة الإرادات كما سيكون للاخطار الصادر من سونطراك وإيني وبريتش بيتروليوم بإلغاء حالة القوة القاهرة إشارة قوية لباقي شركات النفط العالمية لإقرار خطوات مشابهة واستعادة نشاطة والأهم رسالة سياسية محفزة لمصار التسوية السياسية للأزمة التي تواجه البلاد بفعل الانقسام الأمني والعسكري بين الشرق والغرب مؤشر إيجابي لليبيا أكبر خزنات الدهب الأسود في القارة الإفريقية يبشر بعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية في منابع النفط من جديد لكن تبقى العودة مشروطة بتوفير الأمن والاستقرار فلا يمكن قيادة استثمارات في بيئة أمنية محفوفة بالمخاطر ومن هذا المنطلق يبقى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والتعجيل في إجراءات انتخابية شاملة ونزيها الضامن الأهم للشركات الأجنبية تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبب أحياء متفرقة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وأفدت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات شملت أحياء عدة واستخدم عبرها الطرفان جميع أنواع الأسلحة الثقيلة مع تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني بتزامن مع أو مشنه قصفا مدفعيا مكثفا على تمركزات الدعم السريع بأحياء المعمورة شرقي الخرطومة ألغت شركة الخطوط الجوية لإثيوبية رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد إلى ثلاث وجهات بإقليم أمهر الذي يشهد أعمال عنف وقالت الشركة في بيان إنها ألغت رحلاتها إلى مطارات لالبيلا وغندار وديسي باستثناء بحر دار عاصمة إقليم أمهر ثاني أكثر المناطق كثافة سكانية في إثيوبيا وأعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية الجمعة حالة الطوارب بإقليم أمهر عقب تزايد ما تسميه أديسابيبا الأنشطة غير النظاء القانونية لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة الواقعة شمالية البلاد شيعت جماهير فلسطينية غافيرة جثمان الشهيد قصي جمال معطان الذي أوذي تسعة عشر عاما السبت إلى مثوه الأخير في قرية برقة شرقي رمالة التي قضى فيها مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين وانطلق موكب وتشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى منزل عائلتها الشهيد في القرية حيث ألقيت عليه نظرة الودع وجب المشيعون شوارع القرية مرددين هتفات منددة بجرائم الاحتلال المرتكبة ضد الفلسطينيين هذا واستشهد 37 طفلا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية السنة الجارية وفادت وكلة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مدير برنامجه المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو كتيش السبت بأن 31 طفلا فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية فيما ارتقى 6 آخرون في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري في حين يواصل الاحتلال اعتقال 160 طفلا فلسطينيا بينهم 21 تحت الاعتقال الإداري كما لفتت الأمم والمتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في عدد الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023 وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للصحافيين أوتشا في جنافة إن هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهرين العام 2022 بأكمله مشيرا إلى أن أوتشا وثقت تهجيرا ما لا يقل عن 399 فلسطينيا من تجمعات بدوية في الضفة الغربية المحتلة إثر أعمال عنف نرتكبها المستوطنون وأن ثلاثا منها جرى إخلاؤها بالكامل قصرا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 سجلت الأمم المتحدة 591 حادثا متعلقا بالمستوطنين أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما هذا يمثل في المتوسط 99 حادثا كل شهر هذا العام مجتمعات الرعي الفلسطينية معرضة بشكل خاص لهذه الأنشطة الاستطانية وغيرها في هذا العام الذي سبقه وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نزوح ما لا يقل عن 399 شخصا جراء عنف المستوطنين من سبعة مجتمعات رعاوية فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ثلاثة من هذه المجتمعات تسمى البقعة وخربة بئر العيد والودادية أصبحت الآن فارغة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي فهي تعمق الاحتجاجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبول عيش الناس وأمنهم الغذائي وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية نفى الجيش اللبناني السبت التحذير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوى أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان الواقع بمدينة صيدة شرقي البلاد وفندت قيادة الجيش في منشور عبر منصة اكس ما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحذير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في المخيم وأكدت أنها تتابع بدقة الوضع الأمني فيها طالبت السعودية مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وشددت الصفارة السعودية في بيروت في منشور عبر منصة اكس على ضرورة التقيد بقرار منع صفر السعوديين إلى لبنان من جهتها دعت صفارة الكويت في بيروت رعيها في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق وحثت الصفارة الكويتية السبت رعيها على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن سلطات المحلية المختصة ولم يذكر بيانا السعودية والكويت المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة لكن اجتباكات عنيفة وقعت في الفترة السابقة في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين بين حركة فتحة ومجموعة فلسطينية مسلحة أعلنت موسكو السبت اعتراضها طائرة مسيرة أمريكية حاولت اختراق حدود روسيا فوق البحر الأسود وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسل طائرة مقاتلة من طراز سخوي 30 لمنع طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز أمكيو 9A ريبر والتي ابتعدت عن الحدود لدى اقتراب الطائرة الروسية منها أعلنت السلطات الأوكرانية السبت حالة تأهب الجوي انذارا من غارات محتملة قد تطال جميع أنحاء البلاد وأظهرت خرائط وزارة تحول الرقمية الأوكراني أن الإنذار بحالة تأهب الجوي انطلق في مناطق كيف ومحيطها قبل تعميمها على جميع مناطق البلاد أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة شمال شرقية أوكرانيا إثر هجوم قادته القوات الروسية على مدار الأسبوع الماضية وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة نوفو سيليفسكي في منطقة كوبيانسك بفضل تحركات المهنية للوحدات الميدانية وفق تعبير وزارة الدفاع الروسية في بيانها تواصل القوات المسلحة للاتحاد الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك تم تحرير مستوطنة نوفو سيليفسك في لوهانسك بسبب الإجراءات المختصة والمهنية لوحدات المجموعة الغربية من القوات علاوة على ذلك في سياق الهجوم على جبهة واسعة حصنت قوات العاصفة الموقعة على خط المواجهة في مناطق مستوطنتين فيلشاني وبرشوت رافنيف في منطقة خاركو روسيا سبتن هجوما أوكرانيا باستخدام زورق مسير مليء بالمتفجرات استهدف ناقلة وقود روسية ليلا بالقرب من جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة في وقت صنفت الوكالة الأوكرانية لخدمات الملاحة ستة موانئ روسية على البحر الأسود في منطقة الخطر بسبب الحرب مع اتهام موسكو بالتدمير المتعمد لمخازن الحبوب هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا ماريا زخروفا إن الهجوم على سفنة مدنية روسية في مذيقه كيريتش لن يمر دون رد وسيعاقب مرتكبها لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد وسوف يعاقب مرتكبها حتما روسيا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي لا يهدد بقتل الطاقم فحسب بل يحمل أيضا تهديدا بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق نظام كياف الذي لم يلقى إدانة من الدول الغربية والمنظمات الدولية يستخدم بكثافة أسليب إرهابية جديدة هذه المرة في البحر الأسود في شأن آخر اعتقلت الشرطة للباكستانية السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الكسب غير المشروع وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق بمدينة لاهور شرقي البلاد بعد أن أصدرت المحكمة حكما بحقه يقضي بالسجن ثلاث سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني هدايا منحت للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022 إذا ساور شخص ماء الغموض بأن عمران خان قد تم اعتقاله لأسباب سياسية فيجب أن يعلم أنه بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة لمدة 14 أو 15 شهرا أصدرت المحكمة الابتدائية هذا الحكم التفصيلي أدان القاضي هومين دي لاور عمران خان بإخفاء الوصول وقضى بسجنه لمدة ثلاث سنوات وهو غير مؤهل إنها العقوبة لدينا الحق في الاستئناف ضد هذا الحكم في المحكمة العليا يمكن لعمران خان المثول أمام المحكمة العليا والاستئناف ضد هذا الحكم يشهد العالم لشهر الثاني على توالي موجة ثانية من الظواهر المناخية المتطرفة طبعتها فياضنات جارفة اشتحت عدة دول في منطقة جنوب شرق آسيا مخلفة العشرات من القتلى بالصين في وقت تعرف أوروبا ظروفا مناخية متقلبة بين أنطار غزيرة في وسطها وحرائق في غربها بتزامني تشهد أمريكا اللاتينية موجة حر قياسية غير مسبوقة منذ نحو قرن في عز موسم الشتاء أمام الظواهر مناخية متطرفة تراوحت بين فيضانات جارفة حرائق مهولة وموجات حر غير مسبوقة طالت دولا عدة من قارات مختلفة يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مئات المفقودين في كل جزيرة تايوان الصينية واليابان جراء الفيضانات التي تسببت في إجلاء أكثر من مليون ونصف مليون شخص في مناطق عدة بالصين جراء الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرار جسيمة باقتصاد البلاد وسط جهود حثيثة لإعادة الحياة إلى ما كانت عليها الآن تم تشفيف مياه الفيضانات على الطرق الرئيسة بشكل أساسي في الأيام القادمة سيتم تشفيف بعض الأماكن المهمة لضمان معيشة الناس في تشوتشو سنبدل قصار جهدنا لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة بشكل أسرع وأفضل فيضانات حارمة جراء عصار خانون الذي حاصف بالمناطق الجبلية الجنوبية والوسطى من جزيرة تايوان أما نتيجة فسيول جارفة وانهيارات ناردية أدت إلى إغلاق الطرق وتقطع السبل بأكثر من أربعمائة شخص في الجبال لتسارع السلطات بتجنيد فرق الإنقاذ وتسخير الوسائل بغية إصلاح البنية التحتية وخطوط النقل الوضع نفسه في اليابان التي تسارع الخطاف في سبيل تقليل الخسار المادية والبشرية الناجمة عن تحرك إعصار خانون المدمر إلى جزر أوكيناوا وفق توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على الجانب الآخر من كتالونيا الإسبانية على الحدود الفرنسية أتى حريق ضخم على أزيد من 430 هكتار من الغابات ما أدى إلى فرض عزلتين على القرى والمناطق الساحلية في الضفة الأخرى للأطلسي تشهد دول أمريكا اللاتينية موجة حر قياسية فعز موسم البرد لم تعرفها المنطقة منذ أكثر من قرن تغيرات مناخية خلفت خسيرة في الأرواح وذرارا جسيمة باقتصادات العديد من الدول وتساعدت معها أصوات مطالبة بضرورة حل أزمة المناخ في الصين لقيا عشرة أشخاص حدثهم وفقد ثمانية عشر أخرون السبت في إقليم متاخم لبكين جراء فيضنات تشتح شمالي البلاد منذ أسبوع وكشفت بلدية مدينة باودينغ في بينلها عن إجلاء أكثر من ستمائة ألف شخص من المناطق المعارضة للخطر وأشارت إلى تضرر أكثر من مليون شخص في المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية وفي بكين ومنطقتها الكبرى تتواصل عمليات تنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ 140 عاما ما أدى إلى تدمير بنا تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها في موضعين آخر اتهم رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالوقوف وراء محاولة اغتياله في الرابع أوت 2018 مادورو في كلمة نلقاها بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا اتهم الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوز بتنفيذ الهجوم الذي خطط له في واشنطن لاغتيال رئيس دولة باستخدام مسيرات لأول مرة في التاريخ الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوز مولى تدريب مجموعة ارهابية في الفترة الاخيرة من حكمه وقبل ايام قليلة من محاولة الاغتيال اعلن ان فنزويلا ستشهد الفوضى قريبا وسيكون هناك تغيير في النظام وبالفعل تم ولأول مرة في التاريخ استخدام مسيرات لمحاولة اغتيال رئيس دولة بهذا مشاهدين لفظ نسل نهاية النشرة ولمزيد من الاخبار زوروا موقعنا ومنصاتنا الرقمية الظاهرة اسفل الشاشة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء